السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من السلسلة الجديدة من التعاون بين أشرف العيدي وشركة أوربكس في فيديوهات أسبوعية وسنصمم أن نعطيكم فيديوهات أسبوعية مرة في الأسبوع مع تحليلات كتابية بالإنجليز وبالعربي أيضا مرة في الأسبوع فيصرني للعودة لهذا التعاون مع شركة أوربكس سنبدأ اليوم بتركيز على فيديو مؤشر الدولار وهنا عدة أسئلة أنه الدولار وصل إلى قاع مهم ودعم مهم والآن حان وقت الارتداد فالسؤال هو هل حان وقت الارتداد هل هذا مجرد بكونسوليديشن يعني تحرك داخل نطاق يعني ضيق قبل المزيد من الهبوط والناس المشاركين في خدمة أشرف العادي متأكدين أنه أنه تكلمنا عن الضروة هذه اللي شفناها وقلنا كثير مرات أنه السيناريو هذا بين 2014 2015 و16 و17 يشابه 2021 و23 وهذه من الأسباب الرئيسية التي جعلتنا أن نشتري اليورو دولار في دولار وخمسة ودولار وسبعة وكنا نقول أنه سيصل إلى عشرة وإلى اتناش وإلى عشرين بينما أغلبية المحللين والأسواق كانوا يقولون أنه سينزل تحت واحد وتحت تتعادل فهذه من العوامل ولكن خلينا بس ندخل هذه من العوامل التي جعلنا ندخل في الدولار ولكن فيديو اليوم سنركز على مؤشر الدولار والسؤال أنه الضروة الثلاثية اللي شفناها هذه واللي شفناها هنا نفس الإشي تقريبا وهنا شفنا يعني كان فيه هناك في 2002 لما وصل مؤشر دولار إلى متوسط الـ 55 شهر كان فيه هناك من التراجع ومن التردد الذي دام حوالي 4-5 أشهر وبعد ذلك شفنا المزيد من الهبوط فهل هذا السيناريو س يعني فهل هذا السيناريو بهذه البساطة يعني أنه سيتردد حوالي 4-5 أشهر وبعدين ينزل لازم نشوف مش رح ركز كثير على الأسس على العوامل الأساسية بس رح أبدأ مع العوامل الفنية فخلينا نشوف خلينا نلقي نظرة إلى هذا شارت سيداتي 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 انظروا هنا فماذا يحدث في الشارت الأسبوعي المخطط الأسبوعي الحالي فكما فكما ذكرنا متوسط المتين الأسبوع هو من أهم المؤشرات مؤشرات الترند اللي مؤشر الدولار فهنا عندنا يعني عدة عوامل ومستويات الدعم مهمة التي تساند الفكرة أنه الدولار قد يوصل إلى دعم وقد يستقر ولكن السؤال ماذا يسعب ماذا سيحدث بعد الاستقرار وكم سيدوم الاستقرار الاستقرار طبعا الدعم هذا كتير مهم عندنا عم نشوف الخط الدعم هنا وهذا واضح يعني ذكرنا الأشياء هذه من قبل في تغريدات في تويتر و إذا نرى هنا يعني نشوف في يعني حتى إذا نشوف هنا ال القاع المستدير نوعا ما يعني إذا نتكلم عليه بهذه الطريقة فماذا سيحدث الآن طبعا خلينا نشوف الآن ماذا حدث في نفس الوقت في مؤشر المئتين أسبوع في الفين واثنين فماذا حدث هنا انظروا هنا انظروا فهذا المؤشر الدولار في متوسط مئتين أسبوع أوكي وبعد ذلك نرى تقريبا نفس تشارت في الفين وواحد الفين وواحد 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 واثنين أوكي ماذا حدث هنا سيداتي سارتي عدنا هنا ضروة ثلاثية وهنا عندنا كمان ضروة ثلاثية فهذه الضروة الثلاثية تاعت الفين وواحد الفين وواحد 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 واثنين وهذه سيداتي سارتي الضروة الثلاثية تاعت مؤشر دولار الحالية واحد اين ثلاثة لا يهم إذا الضروة هذه كانت أعلى من الضروتين السابقتين ولكن المهم أنه ماذا حدث لما وصلنا إلى متوسط المتين أسبوع أنه لما وصلنا واخترقنا أول مرة لما لمسناه تم احترام الدعم هذا وبعد ذلك تم اختراقه وبعد اختراقه تم محاولة فاشلة لاستعادة المستوى المتين المتوسط المتين وكانت محاولة فاشلة بعض الأخرى والمحاولات هذه سيداتي وسائلتي دامت حوالي ثلاثة أشهر يعني حوالي 12-13 أسبوع كل ما نوصل إلى متوسط المتين الأسبوع يكون هناك فشل فإذا نفس السيناريو هذا سينعاد يعني سيتكرر ماذا ماذا يعني ذلك يعني ذلك إذا خلينا نقول إذا إذا سيتكرر فهذا يعني أنه متوسط الدولار الأسبوع هذا سينزل وينزل إلى حوالي 91-92 ويبقى في حوالي 92-93 وكل ما يحاول الاستعاد متوسط 200 الأسبوع يفشل وإذا هذا نفس السيناريو يعني إذا منقول بعد ثلاثة أشهر يعني يعني سيبقى في هذا النطاق يعني اليورو دولار سيبقى بين دولار و دولار و 17-50 و دولار و 20 لمدة لمدة حوالي لمدة ثلاثة أشهر وأقول ذلك لأنه مؤشر لأنه اليورو دولار له 57% دور في مؤشر الدولار وبعد ذلك يتم الهبوط إلى تحت التسعين فهذه هي الفكرة ولكن خلينا نشوف ولكن هل هذا واقعي هل التاريخ هل الماضي يتكرر بالحرف أم لا وهذا هو السؤال ف مش رح نركز كتير على اليورو دولار اليوم ولكن ستكلم عن اليورو دولار في مقال الذي أعطيه لأوربيكس في هذا الأسبوع لا تنسي يوم الخميس هو مهم هو لقاء البنك المركزي الأوروبي ولكن نفس الفكرة هنا إنه إذا نرى اليورو دولار ومتوسط المتين أسبوع فتم اختراق متوسط المتين أسبوع ولم ننزل تحت متوسط المتين أسبوع ومتوسط المتين أسبوع في اليورو دولار كمان يلعب دور مع الدعم الاتجاهي هذا ولذلك باللغة العربية يعني سبعتاش خمسين سبعتاش ستين هو دعم كتير مهم فالسؤال إنه هل سنبقى هل سنلمس ونتلاعب مع متوسط المتين ولا نداعب متوسط المتين الأسبوع لمدة شهرين ولا ثلاثة أشهر بدون اختراقه بعد قبل ما نرتفع إلى 24 و25 فهذا هو السؤال ولما قلت يعني قبل الانتخابات الفرنسية بشهر أربع إنه اليورو رح يكسر فوق دولار واحداش لما كان على دولار وسبعة كتير الناس ما صدقوا ولما كسرنا دولار واحداش قلنا إنه رح يروح إلى دولار وسبعتاش فأعتقد إنه الطريق ما زالت مفتوحة لدولار و23 سيداتي والسارتي أوكي فهذا هو السؤال فنعتقد إنه اليوم فهذا الأسبوع سيداتي والسارتي طبعا عندنا لقاء البنك المركزي الأوروبي والإشاعات إنه أدراقي لن يلمس ولن لن يدخل بتفاصيل عن قرار توقيت بداية تقليص الضخ السيولة فيمكن إنه هذا سيعطي فرصة لهبوط مؤقت في اليورو دولار نحو دولار و18 ودولار 17 و80 ولكن على الرغم من ما يقوله هو بس هي مسألة تأخير اللعب وطبعا عندنا قرار البنك المركزي الأمريكي في يوم 20 من الشهر الحالي وسيكون عندي ويبنار ندوى في يوم 19 الثلاثاء مع أوربكس فسنتناول في هذه كل المواضيع نقطة أخيرة إنه في كثير ناس قالوا لماذا الدولار عاد بقوة على الرغم من المفاجأة الثلاثية في الوظائف الأمريكية من حيث الأجور ونسبة البطالة والوظائف ولذلك هذه من الأمور إنه فيه الناس الذين كانوا يبيعون الدولار دخلوا الآن في إطار دفاعي لأنهم متوقعين إنه ولا واحد لا يريد أن يبيع الدولار قبل لقاء المركز الأوروبي الذي يمكن سيعطي مفاجأة ولا نوعا ما مفاجأة ولا ابتعاد من لمحات نحو نهاية تولد تقليص السيولة في منطقة اليورو لأنه تقليص السيولة هو إيجابي لليورو فأعتقد إنه دراقي سيبتعد من ذلك وإذا دراقي سيشير إلى قوة اليورو فأعتقد أنه أي هبوط في اليورو فيكون حوالي 80-90 نقطة أو حتى 100 نقطة وأعتقد أنه سيصل إلى هذا المستوى المهم فمرة أخرى سيداتي وسائلتي أنه لازم يدرك بالماضي ولازم يكون متأكد بالماضي والسؤال أنه هل الماضي سيعاد فأنا لما استعملت التحليل هذا أفادني كثير في الماضي لازم يعرف بإدارة الأموال وإدارة المخاطر ولكن هل سنرى نفس الشيء وهذا هو السؤال فبالتوفيق لكم ونركم في الأسبوع المقبل شكرا